تعرفوا حضراتكم قد ايه اهمية انه يكون المجتمع المدني دايما حاضر هيئات جمعيات احزاب انه يكون دايما حاضر لانه الحقيقة اي دولة يعني مجتمع المدني بيبقى قوي قوي بانه يعمل كل هذه المبادرات ويبقى واقف جنب المواطن ويبقى كمان يعني ايه الايد اليمنى للدولة فيبقى ما بين المواطن وبين الدولة وكمان مجتمع المدني ده من الهيئات المتخصصة او حتى الاحزاب لما بتقدم الحاجات دي بتدي قوة والناس بتبقى حاسة كده في تفاعل طول الوقت فده شيء رائع اللي احنا بنشوفه خصوصا مع بداية المواسم الاحتياجات انه يذهبوا للمحافظات او للقرى اللي ما بيبقاش فيها كل الاشياء دي وصلوا لهم كل الحاجات بتدخل السعادة على قلوب الناس واهلينا في كل مكان مؤسسة حياة كريمة كمان يعني قامت وتفعيل مبدأ التمكين الاقتصادي وسلمت 22 كشك ويسرت منح 71 قرد بالاضافة الى فحص 11 حالة لتقديم المساعدات لاهلينا طبعا ده شيء مهم جدا الحاجات دي بتفرق قوي مع الناس يمكن حضراتكم بتشوفوا الارقام دي باستخيلوا ان الارقام دي بتخلق للأسر حياة كريمة حقيقية وبتخلق ليهم نوع من انواع الامن الاقتصادي الخاص بالأسرة كمان حياة كريمة في محافظة الغربية قدمت ده زي ما قلنا لحضراتكم وخلال الفترة القادمة بتستهدف كمان المؤسسة في محافظات قنة وبنسويف وأسيود يعني في الصعيد سيتم ايضا عقد فعاليات بهذه المحافظات ليه تسليم بقى يعني حوالات صرف ويعني حد عايز يصرف حاجات كمان أكشاك يفتحوا يساعدوا في المشروعات أصحاب المشروعات كمان يكونوا موجودين جنبهم كمان احنا عارفين انه في إطار المرحلة الرابعة اللي بتقوم فيها مؤسسة حياة كريمة بتسليم الأكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجة يعني في حالات يعني هو ده كوشك ده بيبقى هو يعني هو يعني أمنه وأمانه في الحياة انه يشتغل انه يجيب شوية بضاعة انه يأمن أسرته فده اللي بتبصي ليه الحقيقة حياة كريمة ورصدها لهذه الحالات أعتقد ده بيساعد الناس كمان بشكل كبير كمان بيساعدوا الأكثر احتياجا كمان في تواصل مع المؤسسة طول الوقت في بحث الحالات يعني مش بس هي بتستكفي نها بتساعد الناس لكن فيه طول الوقت بحث لهذه الحالات علشان تقدر تقدم كل أنواع الدعم المختلفة لهم تعالوا نروح لما تقدموا حياة كريمة في هذا التقرير نتابع هذا التقرير تفضلوا في إطار أهداف مؤسسة حياة كريمة نحو خدمة الفئات الأولى بالرعاية وقعت المؤسسة بالتعاون مع القطاع الطبي وجامعة السلام بمحافظة الغربية بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتاء بروتوكول في حوال الأساسي القطاع الطبي أن يتم التعاون ما بين المؤسسة وما بين الجامعة في الأنشاطة الطبية زي القوافل والعيادات وعيادات الأسنان وتقديم الخدمة الطبية للفئات الأكثر احتياجا في منطقة الدلتاء متوفر في الجامعة عيادات خارجية لتخصص طب الأسنان وإن شاء الله برضو مستشفى لجراحة الفكين طب الأسنان متوفر أيضا عيادات خارجية للعلاج الطبيعي دي إن شاء الله تبقى مسخرة لخدمة أهلنا في الكرة المحيطة والنحفظات المحيطة بموقع الجامعة إن شاء الله وقد شمل البرتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان ومنها وحدات عيادة الطوارئ والتشخيص عيادة غراحة الفم والتخدير وغيرها بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها كلية العلاج الطبيعي والتي تتضمن الكشف والتقييم وتقديم الخدمات العلاجية وتشمل الأشعة تحت الحمراء في القلب نفسجية وغيرها المؤسسة بتعمل بشكل دائم على تنفيذ سوبل تعاون وعقد بروتوكولات تعاون في شتى المجالات عموماً شو بتعطي بي بس مع الجهات والمؤسسات المعنية لتقديم وتسهيل الخدمات دايماً على المواطنين ومواطنين المتبسطة كرة حية كريمة في جامعة السلام نهاجنا نهج إن إحنا نتعاون مع المجتمع اللي عايشين فيه وكان أحسن طريق نختاره وهو طريق حية كريمة إحنا عندنا حالات مرضية دايماً بيتم رصدها ميداني فإحنا إن شاء الله نكون قادرين إن إحنا نحول الحالات دايماً علشان يتلقوا الخدمة بتاعتهم كما سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية اجتماعياً والثقافياً وطبياً بهدف تثطيف المواطنين ورفع الوعي لديهم وتنظيم القوافل الطبية وسيتم إنشاء العديد من البرامج التدريبية بنختلف كليات الجامعة والهدف إلى تطوير قدرات الشباب لتاهلهم لسوق العمل يعني شيء جميل نتمنى الخير دايماً ونشوف كل هذه المبادرات الحلوة اللي بتساعد أهلينا في كل مكان